كان صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب الوطني الملازم أول حمد خليفة لكبيسي وذلك صباح اليوم بقاعدة عيسى الجوية بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقد وصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني واجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقباله بحضور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين كما كان من ضمن المستقبلين عدد من أسرة واهال الشهيد وقال صاحب المعالي القاد العام لقوة دفاع البحرين أن هؤلاء الشهداء الأبطال البواسل بتضحياتهم النبيلة في ميدين العزة والكرامة قد نالوا أعلى مراتب الشرف وستبقى أسماءهم خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيد وإننا نقدر لرجال قوة دفاع البحرين تكاتفهم مع أشقائهم المرابطين للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات عادة الأمل ودعى صاحب المعالي القاد العام لقوة دفاع البحرين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيحة جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم أدويهم الصبر والسلوان وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين هذا وقد تقدم صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القاد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة جموع مشيعي جنازة شهيد الواجب الوطني بمقبارة لحنينية عصر اليوم وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذيب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان ونقل صاحب المعالي القاد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى أسرة أهالي ذوي شهيد الواجب الوطني كما قدم صاحب المعالي القاد العملق ودفاع البحرين خالص العزاء والموساة إلى أسرة الشهيد وذويه ودع الله تعالى للشهداء بوسع الرحمة والمغفرة وأن يدخلهم فسيح جناته ويتقبلهم مع الشهداء والصدقين والأبرار وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين